وفي ذات السياق قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إن اليمن ينشد دعما مصريا منسقا مع حلفائها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإعادة إعمار المحافظات المحررة جاء ذلك خلال زيارته وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمشروع العاصمة الإدارية المصرية والحي الحكومي وعدد من معالم المدينة وساحة الشعب والنصب التذكاري ومدينة الفنون وغير ذلك من مرافق العاصمة الإدارية العملاقة وأشهد الرئيس العليمي بالتجربة العمرانية المصرية الفريدة في تخطيط وتصميم العاصمة الإدارية الجديدة التي ستمثل نقلة نوعية في هذا الجانب على مستوى المنطقة ضمن ما يسمى بمدن الجيل الرابع ترجمة نانسي قنقر